وملف كلمات قرآنية نستكمله مع حضراتكم ومن الإعجاز القرآني أنه الكلمة نجدها لو تتبعناها في القرآن الكريم وفي آيات القرآن الكريم نجد أن لها أكثر من معنى وأيضا نجد أن المعنى الواحد نستطيع أننا نجد له أكثر من مسمى يعني كلمة القيامة القيامة لها تقريبا 27 اسم وهو يعني شيء فيه بلاغة شديدة خلونا كده نستعرض كلمات أو الكلمات اللي بتصف يوم القيامة أو الكلمات أو مسميات يوم القيامة مع فضيلة الشيخ أحمد الصباق زي حضرتك فضلت الشيخ كل سنوح حضرتك طيب نهاردة لليت 27 رمضا كل عام طيبة وربنا يرزقنا لليت القادر إن شاء الله آمين يا رب العالمين أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم اسأل مع دعاء وصلى على الحبيب ألبك طيب ورمضان كريم كميل يوم القيامة بص يا فندم في عندنا قاعدة لغوية كسرة الأسماء تدل على عظمة المسمة آه طبع كل ما يبقى المسمة عظيم كل ما أسماء تكتر تبقى كتيرة فالقرآن لي أسماء عديدة أوي القرآن والبيان والذكر والروح والنور كل دي ما أسماء القرآن والفرقان والفرقان كتير طب سيدنا النبي محمد وأحمد والحاشر والمحي والعاقب وحط صفات كتير طب ربنا مصطفى تسعة وتسعين اسم إن لله تعالى دي اللي نعرفهم إنما كل اسم نسميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أو استأثرت به ولذلك لما تسأل كم عدد أسماء الحسنى قل الله أعلم لكن ما نعلمه نعرف منهم تسعة وتسعين اسم حلو كده كلام جميل يا فندي مين برضو الأشياء اللي هي عظيمة ولها أسمها كتير مكة فتلاقي مكة بكة وبكة وأم القرى واسمها البلد لا أقسموني هذا البلد الله يفتع عليك البلد واسمها البلد الأمين أيوة المدينة المدينة وطيبة وطيبة الله وكاد اسمها قبل كده يثرب والقرآن اسمه كتاب أو الكتاب قبل الزبط كده في كتير بقى في كتير فكل ما يبقى الشيء عظيم كل ما أسمعه تبقى أكتر كذلك آه بالظهر يوم القيامة 27 اسم أو صفة قلوا أسماء وصفات فسمي بيوم القيامة لأن الناس سيقومون فيه رب العالمين يوم يقوم الناس برب العالمين بس خد بالك فيه عندنا قيامة كبرى وفيه عندنا قيامة صورة قيامة صورة دي الموت احنا مش عايزين نشغل نفسنا بيوم القيامة لكن نشغل نفسنا بيومتنا احنا قال صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته حتى زمان كانوا يقولك يا خي روح تقوم قيامتك ما هو تقوم قيامتك دي يعني تموت هي دي فهذه ايه القيامة واسمه اليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم ومن أركان الإيمان عندنا في الإسلام الإيمان باليوم الآخر لأن لازم هو تؤمن بالله وملائكته وكتبه باليوم الآخر لأن اليوم الآخر ده لو لا اليوم الآخر الناس ستقتل بعضها وبدون أي عقاب لكن احنا عارفين أن في يوم آخر سنقب بينها دي الله واسمه يوم الفصل لأن الله سيفصله بين العباد احنا عمنا بقوله بعد الأسماء هو واسمه يوم التناد ايه؟ التناد التناد اه التناد اللي هو ايه؟ التباعد اه حلو كده؟ ازاي؟ واسمه يوم الحشر واسمه يوم الحشر ومش تباعد بعد ناس ده الحشر ده؟ مش تباعد أكساد تباعد معناوي كل واحد مشغول بنفسه اه لازق في اللي جملك ده هو هي جات منين التناد دي؟ يوم التناد في صورة من صورة القرآن في آية من آية القرآن يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم اسمها كده واسم يوم الفصل واسمها يوم الطامة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما ساعة وبرزد الجحيم واسمها يوم الصاقة واسمه الأخيرة 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 دي مش القيامة الأخيرة دي الدنيا الأخرة والجنة اللي ليس بعدها حياة بقى خلاص حياة أبدية بقى واسمه يوم الصاقة فإذا جاءت الصاقة الصاقة دي حاجة صوت عالي أيوا بالضبط تصخ الأذان ويخدم عليها إيه يوم القارعة ده عندنا كمان يا فندم مش أسماء بس القيامة ده فيه صور بأسماء يوم القيامة القارعة وما القارعة وما أدرك ما القارعة والزلزلة اسمه يوم الزلزلة وفيه صورة باسم الزلزلة والتكوير اسمه يوم التكوير اها اه ما لية إزا الشمس وكويرت وإذا السماء انقضب خد بقى القارعة معنى القارعة ما إيه فندم معنى القارعة آه معنى القارعة تخدم معنى الصاقة القارعة يعني تقرع الأذان ودي تحللنا اللغز بتاعت اللي ناس بتخوف به ناس وقولك الثعبال الأقرع اللي هو مالك الزكاة فاكرينه أنه بشعر وأقرع فحد مرة كان بيقولي كده قلتهم الجهلة برضو أقرع ده دماغك معلش إنما القرع ده الصوت اللي هو قرع الطبول حاجة صوت لها صوت كبير طيب لا ده أنا أنت هتقول هالي كده وعديها لا هنمسك آية آية يعني مثلا التنادل هلاقيتها هي في قصة مؤمن آلة فرعون ويا قوم إني أخاف عليكم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادل يوم تولون مدبرين كم يدل آية بقى كميلها أنت بقى يا فضلت الشهر يوم تولون مدبرين من الله ومن عصر يوم التنادل هو التباعد فضل